السلام عليكم كيف دارينا البنات كانت من احوالكم تكون بخيروا في احسن الاحوال اليوم ما جيتكم بهذا الفيديو خفيف ضريف اه جيت اه جيت تحدد فيه مع كل وحده مهمومة كل وحده اه ضيقه بهذا الدنيا اه كت تقلبه للراحة اه نفسية عندي لك ستادي الخطوات غادي اتبعون باذن الله غادي اتفاجع عليك اه و اه كل مدارك غادي اه اتحقق ان شاء الله اول خطوة هي انك غادي اه 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 الخطوة التانية هي انك اه غادي اه اه صلاة يديا لك في واحد في سوحد المكان هذه في الدار اه ثالث خطوة هي انك غادي اه 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 رادي اه اهال ركعات لله سبحانه وتعالى وتتحضير اه 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 اوجود الله معاك يعني غادي تشعي فيه اه 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 رابع خطوة هي انك غادي غادي تشكي على الله بغي تتبكي بكي اه اه حكي لي قل ما ضارöl هو عارف وعالم ولكن انت غادي غا تهدري وغا تشكي وغا تبكي باش ترتاحي قال الله سبحانه وتعالى واذا سألك عبادي عني فاني قريب وجيب دعوة الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدوا خامس خطوة هي انك من بعد ما تصلي دوك جوجر قاعد وخشوع غادي تقلسي في صلايا ديالك تسبحي الله تذكري تكتري من الاستغفار من تسبيح من لا حول ولا قوة الا بالله فغادي ترتاحي باذني الله تذكري الله بصوت مسموع يدخل يتسمع من فمك يدخل جميع الجوارح ديالك وسادس خطوة وهي الاخيرة غا تاخذي المصحف ديالك غادي تقرأي واحد صورة واحد صفحة منه غا تقريها بصوت مرتفع وغا تستشعري بان الله كي خاطبك انتي كيتوجه لك انتي هكا غادي ترتاحي بعد ان شاء الله ما هتكملي هاد ست ست خطوات اللي اعطيتك فراه قاعدك شيك تحسي بيك على هموم اللي عندك غادي تمشي وراك وغا تحسي بوحد الرحة نفسية وراه كل شي كي يزول هموم بدنيا فائتة فغير شوية الصبر اه اه اتمنى هاد الفيديو البنات يكون اه خفيف ضريف عليكم اه كما العادة اه وكما العادة يلعجبكم اه الفيديو ديال اليومان اتمنى منكم تدعموني اه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته